السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الديدان وطرق التخلص منه إحدى أسباب ظهور عظمة الصدر والتسيف عند الطيور هو وجود الديدان بأمعاء الطيور وهي مؤذية وقاتلة له لامتصاصها لفوائد الغذاء وأهم العلاجات المتوفرة الأيفوماك المائي تركيز 0.8 وهو مخصص للتجريع ومأمن الاستعمال بدون أي إنعكاس سلبي على الطائر ويوجد علاج بديل لمن لا يرغبون باستخدام الأيفوماك وهو دواء الأطفال فيرموكس وهو آمن تماما على الطيور ويتم وضع 1 مللتر أو ملعقة صغيرة منه على المئة مللتر من الماء ويتم رج العبوة جيدا كي يتجانس الدواء بالماء ويقدم لمدة 24 ساعة مع تقديم القليل من البذور ويجب علينا قبل تقديم هذين العلاجين اتباع ما يلي تجويع الطائر وتعطيشه وتقديم العلاج على الجوع كي لا تطرح الأمعاء الدواء مع ما هضم من الغذاء وبعد مضي فترة العلاج المقدم يتم استبدال الماء بمياه نظيفة مع الملتي فيتامين وتقديم الفاكهة مثل التفاح أو خضار البروكلي لتعويض الطائر النقص الذي تسببت به الديدان ويتم إعادة العلاج بعد 12 يوما كي يتم التخلص نهائيا من الديدان ويجب علينا متابعة النظافة للإقفاص ومحتوياتها وغسل الخضار والفواكه المقدمة جيدا كي نتجنب مثل هذه الحالات وبتوفيق شاء الله